إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد في قناة العملي عرف الكذب سنقوم بتحليل البيتكوين لكن قبل البدء هذا أكمل للشراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو الرابط سأضع لكم في صندوق الوصف في هذه القناة المجانية نضع آخر عروضنا وآخر عرض هو الحصول على دورتين بسعر دورة واحدة دورة التحليل الموجه ودورة الـ Price Action 34 فيديو مسجل 25 ساعة من المعلومات لاحتراف أي سوق به متداولين فقط بـ 197 دولار وبعد شهر من أخذك الدورة يمكنك البدء بطرح أسئلتك علي في التليجرام وأنا الذي أجاوبك ليس هناك وسيط بيني وبينك وكذلك بعد مرور شهر من أخذك للدورة يكون لديك الحق في الالتحاق بقناة التحليلات اليومية للذهب اليورو دولار البيتكوين والداو جونز ستكون باشتراك شهري تقريبا 40 يورو وهذه تحليلات يومية لكي تطبق ليست توصيات تحليلات يومية تقارن بين تحليلي وتحليلك إلى أن تصل إلى درجة أن نكون متساويين في التحليل تعرف نفسك ما هو المستوى الذي وصلت إليه في التحليل الموجه والـ Price Action متبهوا المدرستين هما من أقوى المدارس وهي صعبة التعلم بالتالي ضروري أن تطبق إذن هذا هو بروسس دورتي التدريبية إذا رغبت في الاشتراك وتريد استغلال العرضين أو عرض دورتين بسعة دور واحدة سأضع لك رابط التليجرام أسفل في التعليقات للاشتراك في العرض تواصل معي مباشرة خذ الرابط كاملا خذ الرابط كاملا كاملا أصدقائي هناك الكثير من النصابين الذين يتربصون بكم لأخذ أموالكم فانتبهوا من هذا الأمر واتلبوا رسائل صوتية كذلك لا تنسوا الذهاب إلى الموقع ببرويفتريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات وهناك كتب مثل الدليل أساسي للشمال الياباني يمكنكم تحملها مجانا فقط تضغط على الدليل المجانا دائما لك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميليك الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم بها القناة هو دماغزة تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطيه لا نصائح مالية ولا استثمارية إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول المسؤولي تنتمى عن قراراتك قناة العلمية عرفك أديب لا تتحمل أي مسؤولية بذلك كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تشاهد تقارن وهذا عجبتك الطريقة يمكنك الإضمام إلينا إلى دوراتنا التدريبية إذن البيتكوين ماذا ردينا في البيتكوين لاحظوا إذا ذهبنا إلى فريم اليومي دائما لدي هذه الموجة لازالت لم تكتمل بالنسبة لي أحتاج إلى موجة تقريبا متساوية من هذه الموجة لأقول أن هذا التصحيح قد يكتمل إما ليكون رانين فلات للصعود أو إكسباندين فلات للصعود وأحددنا المناطق المهمة وهي مناطق 42 ألف ومناطق الثمانية وعشرين ألف كمناطق ممكن ممكن أن يصل إليها البيتكوين أقول ممكن يعني لا أقول لك مئة بالمئة لكن ممكن وعندما نزلنا إلى فريم أربع ساعات وحلنا الموجة الأخيرة وجدنا أن بها زيادة في الزخم البيعي لأن هذا هو تصحيح رانين فلات وبالتالي لدي هذه الموجة كموجة أولى وهذه الموجة كموجة ثانية هناك زيادة في الزخم المشكلة التي تحسب الزخم هو أن تعرف تحديد الموجات وهذه الصعوبة في تحديد الزخم لكي يكون لديك تحديد الزخم صحيح يجب أن تحدد الموجات بطريقة صحيحة لذلك التحليل الموجات يمشيان مع بعض يعني يكملان بعضهما البعض وإذا تذكرتم كنا قلنا أنه إذا كانت هناك زيادة في الزخم لا أستطيع أن أتوقع الشراء إلا إذا تم كسر هذه المنطقة إلا إذا سعد البيتكوين وكسر هذه المنطقة وبدأ أن يصحيح هنا هذا يقول لي صعود غير ذلك ليس هناك صعود لحد الساعة لم نحصل على ذلك التأكيد لصعود بالتالي طالما لم أحصل عليه فأنا دائما أتوقع النزول لإكمال هذه الموجة وإذا تذكرتم كذلك رأيت أن هذا تصحيح وراحده حددنا هذا الخط بالضبط كسر هذه المنطقة قلنا أنه انتبهوا انتبهوا إذا تذكرتم قلنا عندما كنا في هذه المنطقة عندما تم كسر هذا التريندلاين قلنا انتبهوا قد يتم كسر التريندلاين ويعود لكسر القمة لأنه لا زلال لم يكسر القمة بالتالي انتظر تصحيحا هنا إذا أردت النزول لم يحدث ذلك الأمر بل ما الذي وقعه وقع ما توقعنا بالضبط سعد وكسر القمة ولاحظوا ما هذا النزول البيتكوين طار أعرف أنكم تحيبوناتي الكلمة البيتكوين طار والله يسأضعوا عنوان عنوان طمل البيتكوين طار اليوم طيب الآن بالله عليكم بالله عليكم زي ما بيقول المصري يخونا المصريين أنا أراضي زمتكو هل هناك تحليل في العالم يقول لك انتبه إذا تم كسر هذه المنطقة قد يعود السعر غير تحليل الموج أتمنى أن تضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو أتمنى منكم أن تكونوا منصفين ولو لمرة واحدة لاحظوا هذا الخط كان مرسوما منذ مدة كبيرة منذ هذه المنطقة كان مرسوما هذا الخط هنا تلاحظون قيمة التحليل المجزقة فكروا قليلا فكروا فكروا قليلا لماذا وضعت ذلك الخط هناك هل تلك المنطقة مهمة بالنسبة لي لماذا لأن في هذه المنطقة ستكتمل بنية هذا التصحيح لاحظوا هذا التصحيح ما هو اسمه regular flat هل ممكن أن يعود السعر لكسر القيمة مرة تانية ممكن ليكون هذا expanding والله ممكن طيب يا أخوي سام كيف سنتجاوز هذا الأمر أوكي دائما أحتاج إلى منطقة تمركز الأموال لا أستطيع توقع التأكد من ذلك إلا عندما لاحظوا الموجة دافعة أحتاج إلى تصحيح ليقول أن هذا للنزول منطقة تمركز الأموال غير ذلك ليس هناك نزول لا نتوقع نزول لأنه ممكن يسعد يعطيك expanding والله ممكن فانتبعوا من هذا الأمر التحليل الموجي ليس سهل التحليل الموجي ليس سهل والتداول ليس سهل صعب جدا لذلك الآن الآن كل من يتداولون التريندلاينات انتبعوا انتبعوا ضروري أن تحصل على منطقة تمركز الأموال على تصحيح هنا وهذا هو نزولك إلى أين إلى كسر هذا القيم لماذا؟ لأن هذه الموجة تصحيحية جميل إذن بنية هذا التصحيح بالنسبة لأنها مكتملة كبنية مكتملة أي تصحيح هنا هو للنزول لكسر هذا القيم على الأقل لكسر هذا القيم ثم ربما مستوى 33-34 ألف ثم مستوى 28 ألف هل سيصل هل أنا متأكد من أنه سيصل لذلك المستوى؟ والله لا لستم متأكد لكن أنا أحلل ما أراه عندما يكون هناك تغيير في البنية سأقول لكم أنه ربما أرى تغيير في البنية هل ممكن من هنا أن يسعد البيتكوين بقوة؟ والله إذا سعد بقوة جميل جدا وبعد ذلك صحيح لي هنا سأقول له صحيح لي هنا أريد مثل هذا التصحيح هنا على قدره أو أكبر منه وهذا هو صعودي سيكون لديها زيادة في الزخم سيكون لديها هذه الموجة أولى وهذه الموجة تانية هذه الموجة أطول من هذه الموجة بما يعني أن البائعون أقوى العفوان المشترون أقوى بما يعني أنني أي كسر لنطاق هذا هو دخولي تلاحظون؟ بالتالي أنا لست مع تحليل صحيح وتحليل خطأ لا بل تحليل وإذا هو تحليل لكل السيناريوهات وإذا حدث السيناريو من السيناريوهات التي أتوقع هنا يمكنني أن أدخله في الصفقة تلاحظون؟ بالتالي الآن إذا حدث التصحيح هنا هذا توقع للنزول إلى كسر هذا القاعد على الأقل إلى كسر هذا القاعد إذن كما تلاحظون؟ البيتكوين لم يطر لازال موجوداً في نفس المنطقة التي كان فيها عند مهضة عادة لك الأخ تعليق البيتكوين طار طار يا أستاذ وسام والله البيتكوين طار أين طار؟ لم يطر إلى أي مكان موجود لازال موجوداً أنتبهون هذا الأمر أنا أنا فقط يعني حولت الأمر إلى فكاهة فقط لتفهموا الأمر أما يعني أنا احترامي لكل الناس لا يعني احترامي لكل الناس أعرف أن التداول صعب هو صعب جداً وحتى الطريقة التي نستعمل صعب لكثير من المتدئين أن يفهموها لأنهم عندما يرونني أقول عندما يرونني أقول أريد تصحيحاً هنا وهذا توقع للنزول وأريد صعوداً لكسر على القمة ثم تصحيح لتوقع الصعود يقول وإذا أنت تتوقع النزول وتتوقع الصعود لكن لا أدري هل هناك الله لا أدري ما المشكلة لدينا أنا أتوقع الصعود إذا حدث هذا الأمر وأتوقع النزول إذا حدث هذا الأمر إذا حدث هذا الأمر لا أتوقع النزول فقط أتوقع النزول إذا وأتوقع الصعود إذا انتبهون على الأمر لأن هناك من يقول أنت تتوقع الصعود وتتتوقع النزول وينسونا كل ما في الوسط تعرفون لماذا؟ غير مركزين غير مركزين ترون الفيديو ترون فيه 15 دقيقة ترون فيه دقيقة واحدة وتطفئون الفيديو هذا خطير جدا تأخذون فقط الكلمة الأولى وخلص تبتعدون عن الفيديو لذلك يكون فهمكم خاطئ ركز في الفيديو اجلس ركز كل كلمة أنطقها كل كلمة أنطقها لديها معنى ومثهوم انتبهوا من هذا الأمر أنا لا أتكلم من فراغ لا أتكلم من فراغ انتبهوا من هذا الأمر لذلك إذا أردت أن تضبط ما أقول عليك أن تركز في الفيديوهات وترى الفيديو من الأول إلى الآخر وتراها أكثر من مرة وستفهم بالتالي كما قلت هذا هو تحليل بيتكوين نزلت أتوقع النزول حاليا نزلت أتوقع النزول إذا أعطاني هذا التصحيح وتم كسر بقوة هل ممكن أن يسعد كما قلت؟ نعم ممكن يكون إكسباندي هل ممكن أن يسعد هنا ثم موجة دفعة تصحيح؟ جميل جداً أعطيني موجودة فعة ثم تصحيح للنزول فليس فقط موجودة فعة موجودة فعة ثم تصحيح إذا لم يكن هناك تصحيح ليس هناك نزول بالنسبة لي انتبهنا للهما هل يمكن يكون هناك صعود؟ أوكي أعطيني موجودة فعة ثم تصحيح لكن أريد أن يكون هذا التصحيح مساوي لهذا التصحيح لاحظوا المعلومة مساوي لهذا التصحيح أو أكبر منه لاحظوا المعلومة وذيقة المعلومة أنا لا أريد فقط صعوداً أريد صعوداً زائد تصحيح مساوي لهذا التصحيح أو أكبر منه فكر أخي الكريم لماذا قلت مساوي أو أكبر منه فكر قليلاً شغل دماغك إذن هذا هو تحليل الأصدقائي للبيتكور أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات إذا عرضتم الاستفادة أكثر واحتراف التداول ما عليكم إلا استغلال على دورتين بسعر دورة واحدة هذا هو الرابط سأضع لكم أسفل في التعليقات خضوا الرابطة كاملاً لا نقبل الدفع بالكريبتو كل ما انطلب منك أن تدفع له بالكريبتو اعرف أنه هنا صعب وينتحيل شخصيتي أو صفتي نتابعهم على هذا الأمر خذوا رابطة كاملاً وطلبوا رسائل صوتية باسمكم لا تنسوا ونتفجروا لايكات دعوا تعليقاتكم أسفل في الجولة لا تنسوا أن العلم الذي يعرف الكذب هو هدفنا هو أن أعلمكم لأكثر والأقل السلام عليكم ورحمة الله يسعر وبركاتكم أخوكم يوسف عشي من فرنسا قد بدأت اهتمام بهذا المجال الذي مدت أكثر من عام منذ فترة أزمة كورونا ولهذا توجد لهذا المجال من أجل كسب المال بسهولة ولكن كما قال الأخ ويسام إنه من خاطرة ويمكن أن تخسر أموالك وبالفعل خسرت أموال طائلة رغم أني استعنت بدور تدريبية بايد التامن ففقدت الأمل وفقدت الثقة في نفسي وبدأت بالانسحاب حتى صدفة ومؤخرا تعرفت على قناة العلم لا يرف الكذب في اليوتيوب للأخ ويسام الذي بفضله استعدت الأمل وثقة في نفسي مع الفهم التفصيلي والمنطقي للتداول الذي يمكن تعلمه بطريقة جد وصهلة وبسيطة في متناول جميع كل المستويات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ويسام أتقدم لك بجزيل الشكر على الدورة التدريبية المرتبة التي تحتوي على واحد وعشرين فيديو وتشمل جميع القواعد للتحليل الموجي وأنا كشخص يعني استفدت كثير كمبتدأ استفدت كثير والله الحمد بالفضل للرب العالمين ثم يرجع لك والحد الحين أنا صراحة ما خلصت الفيديوهات أنا طبعا أخذتها من شهر سبع والحد الحين كعدة تابعة يمكن خلصت الفيديو السادس بس ما شاء الله يعني كشرح اللي هو يعني على الشارت نفسه مش يعطيك رسمه باليوتيوب ولا غيره انت ما شاء الله عليك يعني شارح القواعد جميعا وأشكرك مرة ثانية السلام عليكم حياك الله أستاذ بيسام الله يبارك فيك خيري الناياك بصراحة أستاذ بيسام بتشكرك كثير ومن كل قلب بعد هالدورة المفيدة اللي بعتنا ياها بخصوص التحليل الموجود لبرايس اكشين أنا اه مشترك معك بالدورتين وأنا خلصت يعني نص دورة التحليل الموجود وكانت جدا ممتازة بصراحة أنا ما توقعت أني أخذ كم هالمعلومات في هالقيمة هي أنا كدبتوقع حالي أني ادفع دبل هذا الرقم وأكتر يعني فبتشكرك كثير وبدعو كل الناس يكونوا مشتركين معنا خلي كل الناس إن شاء الله ترباح وإن شاء الله ما حدا بيخسرها بضم وبتجع بتشكرك من كل قلبي وشكرا كتير إلك وإنت شخص عن جد رائع وأكثر من رائع يعطيك ألف عفو شكرا شكرا شكرا